كثرة المهام وغياب النتائج هذا ما يدور في ذهن المواطن العراقي عندما يسمع بتشكيل لجنة للتحقيق في ملف من الملفات إذ أن تلك اللجان لم تقدم أي نتائج ملموسة في القضايا الأمنية والاقتصادية والإدارية والجنائية التي أوكلت إليها بداية من ملف التسليح الروسي ومرورا بقضية انسحاب الجيش من الموصل وصولا إلى لجان قتلة المتظاهرين والناشطين وتوعد وزير الداخلية عثمان الغانمي بالكشف عن قتلة ريهام يعقوب خلال ساعات وبرغم أهمية تلك القضايا التي تسببت بأزمات كبيرة إلا أن عمل اللجان التي أوكلت إليها تلك القضايا يحاط بسرية تامة بدءا من أسماء أعضائها وآليات عملها وانتهاءا بالنتائج التي توصلت إليها أما مصداقيتها فيرى الجميع أن قرار تشكيلها بالأساس ما هو إلا خدعة للتستر على جرائم الحكومة وميليشياتها لجنة الخدمات النيابية أقرت بأن تشكيل اللجان التحقيقية هي بدعة سياسية لتسويف أي ملف وتمييعه وأن الحكومات المتعاقبة ابتدعت تشكيل اللجان التحقيقية بحق كل ملف فساد أو قضية رأي عام بهدف احتواء الهيجان الشعبي كي تقوم بعد ذلك بتسويف القضايا عضو اللجنة ينادم كنة قال إن تشكيل اللجان التحقيقية في كل دول العالم معمول به لكشف الحقائق والمقصرين إلا في العراق فإن تشكيل اللجنة يعني إغلاق الملف وتسويفه والخاسر الأول والأخير هو المواطن اعتراف لجنة الخدمات النيابية لم يكن بالأمر الجديد بالنسبة للعراقيين حيث أنهم يرون ذلك يوميا على أرض الواقع من خلال الآلاف من اللجان التحقيقية التي شكلت بأوامر من رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب أما الشارع العراقي فلم يعد يصدق عود الحكومة وخرج بنفسه بثورة من أجل المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة التي تقتل بيد وتشكل بالأخرى لجنة تحقيقية للكشف عن القاتل